اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصر اللي احنا عرفناها اليومين دول على المحك اخلاقها سماحتها ثقافتها حضرتها وطيبة اهلها كلها على المحك والاختبار اللي بيعيشه المصريين اليومين دول هو اختبار للجميع الدون السناء اختبار للرئاسة للحكومة للأحزاب للطائرات السياسية والمعارضة اختبار للشباب والكبار والحكماء الامة ورموزة اختبار لرجال الفكر والقانون والاعلام والصحافة لكل صاحب رأيه وصاحب علم والكل صاحب ضمير بكرر لكل صاحب ضمير خايف على البلد دي وعلى مستقبل اجالها والاختيار الكبير والاختبار الكبير لجميع هذه الايام هو اختبار واختيار بين الدم وبين حقن الدم وقف النزيف بين الغضب الاعمى والحوار والتفاهم الاختيار الصعب للتاريخ هيحاسب الجميع عليه هو بين ضياع مصر وامن مصر بين الفوضى وبين الاستقرار والنهار دي احنا التسعين ديه بنقول من قلبنا لا للدم لا لتقسيم مصر لا للحقد والكرهية لا القمع والعنف والغضب الاعمى اللي بيحب مصر ما يهددهش ما يطعنش في شرف رموزها وما ازعش عليهم سكوك الوطنية والكفر والايمان هي دي رسالتنا النهار ده ومن النهار ده والغاية تلاتين يونيا وبعد تلاتين يونيا وفي كل ايام السنة لا للعنف دم المصري حرام تقسيم مصر وتخريب مصر حرام الاجيال هتحاسبكو هتحاسبنا والتاريخ مش هيرحم حد وربنا يحمي مصر ويحفظها من كل سوق بكرر التلحاب بيكي مرة تانية مرسي يا عمراء ربنا يخليك وانا يعني الحقيقة بقيت كلامك جدا جدا احنا كلنا مصريين كلنا نسيج واحد النسيج المصري بكل طوائف وتوجهات وافكار ومعتقدات وديانات هو نسيج واحد عامل زي التوب الابيض ما ينفعش ابدا ان احنا يعني ناخد جزء من النسيج ده ما ينفعش احنا كلنا مصريين فاكر نشهد ميدان التحرير يا عمراء صحيح من فوق كان منظر ما هي بالحقيقة كل هذا الجامعة كتلة واحدة من المصريين شرخت اتقسمت بقين احنا الجيران حتى طالعين نازلين على السلم بدأ يبقى فيه شوية ده شعرف لابسة نقاب ده شعرف المسلم ده ليه بقينا عاملين كده عايزين نرجع نحب بعض نفسي نرجع التاني وخمسة وعشرين لازم نرجع نفسي نرجع التاني لما كنا بنصلي وكان اخواتنا المسيحين هما اللي بيأمنونا هما كانوا بيصلوا وانحنا بنأمنهم نفسي نرجع لما كنا كلنا صف واحد مش عارفين ده اخواني ولا لبرالي ولا يميني ولا قومي ولا اشتراكي ولا ناصري ولا عروبي ولا ايه بالزبط كلنا كنا واحد لكن في فرق بيننا وستات ورجال لقيت في ايد جنب بعض في مدان التحرير الستة المصرية الجدعة كانت وقفة في الميدان بتساعد ايد بايد وجنب بجنب جنب الراجل بالزبط ما كانش فيه اي فروقات من اي نوع الستة كانت وقفة بشعرها بحجبها بنقبها بصليبها الستة كانت وقفة والحياة كان لها دور كمير قوي في الممارسات السياسية والاستحقاقات السياسية سواء كانت انتخابات او غيرها كان دور مشرف لكن هسايا ما كانش ليه حظ من المشهد السياسي نفسه بقدر ما شاركت فيه يا رب نرجع تاني زي ما كنا ايما يا رب تعالوا في البداية نشوف المشهد في مصر كان عامل زي انبارح في مليونية رابع العدوية ونرجع تاني في ميدان رابع العدوية بمدينة نصر احتشد عشرات الالاف من المنتمين لأكثر من ثلاثين حزبا وحركة سياسية في مليونية لا للعنف المشاركون اعلنوا تأييد شرعية والرئيس المنتخب والمطالبة بالالتزام بسلمية مظاهرات الثلاثين من يونيو حتى لا تنجرف البلاد الى المجهول احنا ما ارضى بنعبر عن رأينا والناس برضو التانية تعبر عن رأينا ما فيش مشاكل خالص دون مع عنف دي اللي بنتمناه دون مع عنف لان رسول الله سلام بيقول لزوال الدنيا عند الله سبحانه وتعالى اهوى من اراقة دم عبد المسل احنا الان لا ننزل من اجل الدكتور محمد مرسي ولا الاخوان ولا الجامعات الاسلامية ولا لاي حاجة احنا نزلنا اليوم من اجل تأييد الشرعية واحترام الشرعية نعم للشرعية لا للتطرف نعم للشرعية لا للتطرف نحترم السندوق لحد النهاية لا للعنف 36 كلنا وطن واحد وكلنا ابناء بلد واحدة والخسر الاول هو يبقى مصر لو حصل فدنة او اي شيء وعلى المنصة الرئيسية تحدث عدد من قيادات الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في المظاهرات داعين الى الالتزام بالسلمية ارادة الشعوب لا تهدن كونوا عنوانا للسلمية كونوا عنوانا للسلام والوعام بين ابناء هذا الوطن هذا الوطن جامع جامع لكل ابنائه ليساره ويمينه لشماله وقنوبه هذا الوطن يسعى ويسعى الجميع هذا الوطن هو للجميع وفي الجميع وبين ابناء الوطن الواحد لا تسود الا السلمية الوطن السلمية هي المغة بين ابنائه رسالتنا اليوم في غاية الوضوح للعالم كله لا للعنف ونعم للشرعية لا للعنف ونعم للشرعية احنا جايين هنا مش فرد عضلات ولا استعراض اعداد لكن عشان اكد حاجتين هنحمي الشرعية بارواحنا ودمائنا لكن لن نسمح بالاعتداء على حد حتى من معارضينا هنحمي معارضينا ولن نسمح باللي بقطرة الدم واحدة في هذا الوطن سوف تبنون هذا الوطن بهذا الفكر الراقي وسوف تبنون هذا الوطن بهذا الجهد الوافر فلنضع ايدينا في ايد بعضنا ايدوا أحدة ايدوا أحدة ايدوا أحدة ايدوا أحدة ابني الاوطن ولا تقطع الطرقات ايدوا أحدا تعمل هذا البلد ولا تقطع متر الانفاء ايدوا أحدا تستخدم القلم والفكر والعق ولا تستخدم الموچوف والرصاص وفي نهاية اليوم غادر المتظاهرون مرددين شعارات تطالب بالحفاظ على شرعية الرئيس ونبذ العنف ومرور الثلاثين من يونيو بسلام مرحبا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة نهاردة بحكمة الإسماعيلية شهدت أعمال عنف أسفرت عن إصابة 14 شخص كان بينهم ضابط ومجند وده كان بسبب هتفات مؤيدة وأخرى معارضة للنظام داخل قاعة محكمة الإسماعيلية اللي كانت بتنظر النهاردة قضية هروب المساجين من سجن وادي نوترون أثناء الثورة القضية حجزها المستشار خالد المحجوب رئيس هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية للحكم باكر يعني بكرة الصبح المشادات من بدايتها بدأت بعد قرار المستشار المحجوب وقف المرافعات للنطق بالحكم رغم أن كان فيه الحقيقة عدد كبير من المحامين كانوا بصدد تقديم رد لعضوي المحكمة محتاجين أكيد تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع نفهمها من خلال اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية سيادة اللواء مساء الخير أهلا بحضرتك يعني عايزة أعرف بداية إيه اللي حصل في جلسة نظر قضية هروب المساجين من سجن ودي نترون النهاردة وخاصة أنه القضية دي تحديدا يعني الناس كتير منتظرة تعرف يعني آخر ما وصلت إليه أولا نهاردة حقيقة فيه العضويتين مع عضويتين متعالقين بواقعة الهروب من سجن ودي نترون العضوية الدعوة الأولى وكالثان دعوة لرد عضو اليمين والشمال في الدايرة اللي بتنظر في جنح المستأنف العضوية الهروب من ودي نترون ودي تم نظر الدعوة والقاضي أجلها لجلسة ستة سبعة النطب الحطم في عملية قبول أو رد قبول رد عضو اليمين والشمال تمام على الجانب الأخر كانت تنح المستأنف شغالة بلاست المستشار خالد محبوب استكمال نظر قضية وقعة الهروب المساجين من سجن ودي نترون وإن بعد انتهاء المرافعة حجز العضوية للحكم النطب الحكم باكر إن شاء الله سنة عشرين ستة عقب صدور القرى السيد رئيس الدائرة حجز العضوية للنطب الحكم باكر وخروج المحامين وطرفية الطرفين من قاعة الجلسة حاصرت بعض المشدات الكلامية خارج الجلسة ودخلت القوات الموجولة وفاصلت بينهم وأمنة خروجهم من مجمع المحاكم بالكامل تمام لكن نحصل بعد كده نعود التجمع مرة أخرى وتشابك الطرفين مع بعض عن طريق دشق بالحجرة يمكن إحنا وحضرتك بتتكلم معنا بنتابع دي طبعا مشاهد مسجلة لمدار داخل قاعة المحكمة في أثناء وقائع المحاكمة لكن يا فندم يعني حصل توترت أخبار أنه رئيس المحكمة المستشار خالد المحجوب تلقى تهديدات بالأكل فعايزين نعرف إيه مدى مصدقية الكلام دا مستشار خالد المحجوب وأعضاء الدائرة بالكامل تحت التأمين جيد مش من النعاردة من بداية نظر القضية وفي كل حركاتهم وأقامتهم وأثناء نظر القضية أو القضية الأخرى في تأمين جائز بالنسبة للمحكمة بصفة عام المجمع المحاكم بصفة عام المتقع في نطاقه دايرة البنحة المستأنف مؤمنة جيدة من داخل وخارج المجمع وبكرة إن شاء الله في تعزيز إجراءات التأمين وإحنا المحكمة خطة أحمر سماح بأي تجاوز داخل أو في نطاق أو في حالة مجمعة من حاكمة الكامل إن شاء الله طيب اللي حاصل قدامنا دا يعني بأي حال من الأحوال تعتبر مهزلة إيه المانع داية قرار تاني أولا طبعا أنا مع سيادتك إن دا يعني منظر مبدأ مرفوض تماما عملية الاختلاف في الرأي أو التعبير عن الرأي إنها توصل لحد التشابك وكلام دا كل مبدأ مرفوض تماما طبعا ولكن دي ما أقول لها حضرتك هي كانت بلعت خارج القاعة وعطت صدور قرار المحكمة تأجيل للقضية لباكة للمبط بالحكم حصلت مشدات كلامية بين طرفين أنا أنا عارف اللي حصل يا فاندم استعرضته مع حضرتك لكن إيه الخطة الأمنية المتوقعة لتأمين الجلسة علشان نحول دون خدوث ذلك مرة أخرى طبعا عددك بكرة فيه تعزيز الإجراءات الأمنية تمام وفيه السعالة بكل المساعدات الفنية من دوابات كشفة عن المعدن والأسلح والمفرقعات دي السعالة بمفتشين مفرقعات سعالة بالكلاب البلوسية والخيالة تعزيز الإجراءات مش بس داخل المحكمة ولا خارج المحكمة وخمحية المحكمة بالكامل فيه تأمين الأعماق لكل المحلات أو العقارات أو العنشطة المحكمة طبعا ده رائع يا فاندم لكن فيه تحدي آخر إنه فيه معلومات بتقول إنه فيه شباب قادمين من أربع محافظات هيتوجهوا لتأمين جلسة غدا الكلام ده حقيقي؟ ولو كان حقيقي؟ إيه التصرف؟ شباب جايين من أربع محافظات أيفا؟ لتأمين المحكمة أيو؟ اللعبات ده كلام مش فضبط موصلناش معاملات زي كده وإحنا كأشورة تطبيقين تأمين معناها قادرين على إننا نأمن المحكمة جيدا إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله أنه المشهد ده يعني لا يتكرر مرة أخرى أشكرك شكرا جزيلا لنا لواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية معنا على التلفون كمان الزميل الصحفي هاني عبد الرحمن مدير مكتب صحيفة المصري يوم الإسماعيلية أستاذ هاني مساء خير؟ أستاذ خير يا دكتور مساء المصري مساء خير الأوضاع عندك النهاردة إيه بعد حالة الصخط والصخب اللي كانت موجودة النهاردة في قاعة المحكمة هل هدأت الأمور وإيه المتوقع غدا إن شاء الله؟ دكتور يعني واضحا فيه هدوء بس البعض أقصى أن يكون الهدوء اللي بيثبت العاطفة يعني بس يعني أطحح بس معلومة ذكرتها الزميلة بالوقتي إن فيه ناسة ييجوا من محافظات القناة لتأمين المحكمة وضح لحبك بس وضعت فضل فضل هو إن عدد من أعضاء القوى التورية والسياسية والحزبية وفق ما قال لي سيد موتعد حسن أمين حزب التحالف الشعب الاشتراكي قال إن فيه أعضاء القوى في منطقة القناة في السويد صدور سعيد جاين بكرة دعما للمستشار طاضي المحكمة المستشار خالد محجوب وللاحتفال بنتاج أو بطرار المحكمة وتأكيد استقلال القضاء وقوة قضاءه في مواجهة ما يقفه بميليشياس جماعة الإخوان أنا بالوقت يمكن أن تطالع من النيابة طب أستاذ هاني أنا عايزك تقول لي إيه لسناريوهات المتوقعة بكرة يعني إيه يعني دقم عمرو كل الاحتمالات مرتوحة بكل ما تحمله الكلمة من المعنى بمعنى إحنا أمام انتظار حدث كبير في وفع الأمر عضية بيطفها المراقبون هنا في الإسماعيلية أو يمكن أن نطاق مصر بأنها قضية من أهم القضايا في تاريخ القضاء المصري لأنها بتعكس هوية جماعات أو أشخاص اخترقوا الأمن القوم المصري في مرحلة أحداث الثورة ويمكن يا دقم عمرو أنا من خلال متابعتي وتعمقي في أوراق القضية يعني أقول لحضرتك مفاجآت مذهلة كشفت مدى هجاشة النظام الأمن في مطر في تلك الفترة أن جماعات مسلخة تعبر من رفح ومن رفح تطلع على الشيخ زويد ومن الشيخ زويد تطلع على العريش ومن العريش تختارة تتعبر قناة السويس وتطلع على السجون تقتحمها بأسلحة حديثة يعني يعني فإن رهيات غريبة جدا المحكمة بكرة تفصل في هذا الأمر من المتوقع تدور مش عايزين نستبقى حتى لكون هناك تأثير على أحكام القضاء بالضبط لكن خلينا نحط حضراتكم في أجواء في أطاعة الأمنية يمكن أن الأول مرة أشف حضراتكم أن قوات من جيش هتشارك في تأمين محيط المجامع المحاكم بكرة بجانب ما تفضل به السيد مدير الأمن قبل قليل يعني في حالة تأهب أمني وعسكري يعني هذه معلومة مؤكدة القوات المسلحة القوات المسلحة ستؤمن غدا الجلسة؟ نعم نعم تأمين كامل وفي محيط زي ما هذا حضراتكم مدير الأمن في محيط الشوارع الجانبية خوفا خوفا من وقوة شبكات أوسع من طاقا من الشبكات حضراتكم شفتوها النهاردة نعم يعني المشهد دكتور عمر كان يودي لك شوفنا المشهد سيء لغاية أنا بشكرك جدا زميل هاني عبد الرحمن مدير مكتب صحيفة المص اليوم في الإسماعيلية النهاردة الاتحاد المصري للغرف الساحية عقد اجتماع لبحث أزم التعيين الدكتور عادل الخياط محافظا للأقصر وحضر هذا الاجتماع الدكتور صفوة عبد الرغاني أمين المكتب السياسي الحزب البناء والتنمية أكد الدكتور صفوة خلال اجتماع أن الحزب طالب الخياط بالاستقالة من منصبه وقال أن الدكتور الخياط أكد التزامه بموقف الحزب معنا على التلفون دكتور صفوة عبد الرغاني نائب رئيس حزب البناء والتنمية دكتور صفوة أهلا بك يا فن أهلا بك صفوة دكتور أهلا بك أي حقية أن الحزب طالب المحافظ بالاستقالة وهل قدم المحافظ استقالته بالفعل لا هو طبعا حتى الآن لم يقدم المحافظ استقالته بالفعل ولكن الحزب أخذ قرارا بهذا ونشد وخفض المهندس عادل الخياط بهذا القرار والرجل مشكورا يعني حال سوف ألتزم بقرار الحزب وألتزم بأي قرار يحقن دماء المصريين وينهي هذه الأزمة بشكل يعني قاطع دعني أقول لحضرتك يعني انفراض تقريبا لكثم يعني في مؤتمر صحفي بكرة إن شاء الله هيحضروا سيارة المحافظ في حزب البناء والتنمية لإعلان عن رأيه في هذا الموضوع يعني إذن المحافظ غدا في مؤتمر صحفي في داخل حزب البناء والتنمية يعلن استقالاته من منصب المحافظ ساعة 12 ونص إن شاء الله بمقر حزب البناء والتنمية أنا مش عايز أقول لي يا دكتور عمر علشان أنا ما ينفعش أتكلم بس أنا عايز أنا عايز أقول لك دكتور صفت أنا أحيي الحزب على هذا الموقف وأحيي المحافظ على هذا الموقف إن المحافظ عندما يجد أن فعلا هناك وإن هو اللي يبادر والحزب يبادر بتقديم استقالة أو يعتذر عن المحافظ والمحافظ يستقيل ده شيء محترم المحافظ يشكر عليه يا دكتور عمر أنت عارف إن الحزب قدم نموذج في التوافق الوطني أو نماذج حقيقة في التوافق الوطني في مواقف كثيرة وهذا ما يحدث الآن في مسألة التقديم للمحافظ استقالته أيضا نموذج يعني آخر لأن إحنا يا دكتور عمر إحنا بنقول من حق إلا أن نحن نتوالت محافظ وزير غير ملحق إلا أن نحن نعين في أي منصف في الدولة بأفضرنا حزب سياسي دستوري قانوني بغض نظر عن الخلفيات السابقة ولكن قلنا بكل صراحة نحن لا نتحدث عن حق وإنما نتحدث عن وطن يعني حتى ولو كاننا حق فعندنا استعداد كامل التناجل عن هذا الحق من أجل مصطحة الوطن ومصطحة المواطنين إحنا بنقول بمجرد الكلام ده مش نابع أو النقل ده مش نابع من ضغوط أبدا وأنا رحت المحاربة بورة في السياحة وقالت لهم هذا الكلام وقالت لهم إحنا بمجرد ما صدر القرار ولقينا في معارضين للقرار وقفوا عند المحافظة رغم حزب البناء والتنية هل أنتو كحزب كنتوا موافقين أنتو لرشحت المحافظ أو كنتوا موافقين حتى على قرارات تعيينه كمحافظ لا طبعا إحنا رشحنا اسمه من جملة المحافظين يعني عزين أسماء يعني يعني كفق وخبرة وأهلية يتولوا يعني أو يكونوا من جملة المرشحين فرشحنا اسم المهندس أدوحيط لأنه كفاءة عالية حقيقة يعني ماسك التنية والإسكان والتعمير فيه روبصري كله فإحنا رشحنا اسمه ولكن مساءة اختياره للأقصر على وجه التحديد إحنا قلنا كلام واضح صريح لو تم تشارتنا قبل إعلان القرار إن المهندس حقيقة محافظة الأقصر أو تم ترشيق محافظة الأقصر كنا رفضنا وقلنا إن في حتاسية في مسألة يعني محافظة الأقصر وإحنا وجد نظرنا عموما أن ندع هذه المحافظة لرجل له في مجال السياحة وله في العلاقات الدولية وأكذا يعني في معايير معينة يمكن المحافظة البناء يعني عليها إحنا دعني يا دكتور أمرا أقول لحضرتك بمجرد أنتظر القرار ودمجرد إن إحنا عارفنا إن في معارضين هذا القرار رغم إحنا مش عايزة تكلم بهذه اللغة لكن دعني إن أنا قول رغم إنا عند القدرة والعدد اللي يسمح للمحافظة لأنه يدخل للمحافظة قلنا المشكلة مش مشكلة قدرة أو أننا أقدر أدخل أو لما دخلوش مش هتولى هذا المنصب حتى لو هناك معارض واحد ده كلام جميل خلينا أسألك في هذا الإطار في محافظات أخرى غير الأقصر فيها مشاكل خاصة بالمحافظين بماذا أنت نصح هؤلاء المحافظين الأهالي محافظاتهم رفضين وجودهم أو توليهم هذه المناصب والله دكتور عمر عشان أكون منصف ومنطقي لو كان هناك سببا موضوعيا موضوعيا يجب أن تستجابلي أما إذا كانت أسباب صرعات سياسية أو مكايدات سياسية أو غيره لا أنا مش مع ذا حقيقة فيه قرار وأولا قلت قرارات رئيس الجمهورية يجب أن تخترم ولكن إذا اصطدمت بمصلحة الوطن في هذه الحالة لسبب موضوعي لا يجب أن نحن نحفظ الوطن ونبعد عن هذه المناصب فأنا بقول بكل صراحة أوضوح لو هناك مبررات موضوعية وليست مكايدات وليست معارضة من أجل المعارضة وليست مسألة اعتراض من أجل إثقاف هيب قرارات رئيس الجمهورية هذا ما أخذه كماما لكن في حالة الأقصر لا أنا شايف سبب موضوعي شايف ناس متخوفة شايف ناس حاسة إن القرار ده ممكن يأثر عن لقمة عشق فبالتالي لا يجب فيه مبرر موضوعي موجود فبالتالي إذا وجد المبرر الموضوعي يجب أن يتخذ القرار بكل شجاعه بكل صراحة شكرا جزيلا دكتور صفة عبدالغين ميقى برئيس حزب بناء التنمية اللي أكد أن غدا السيد محافظ الأقصر الأستاذ الدكتور عادل الخياط سوف يعقد مؤتمر صحفي في مقر حزب البناء والتنمية لإعلان استقالته من منصبه كمحافظة للأقصر أظلنا خطوة إيجابية طبعا وأعتقد أنه فعلا فيه مشكلات تانية زي ما أنت قلت يا عمر في باقي المحافظات يعني أعتقد أن ده يكون نموذج جيد الاعتراف بالخطأ مش عيب بس الأهم منه أنه ما يتكررش تاني بس خلينا نسألك مش أفضل أننا في أوروبا والدول المتقدمة بيختاروا المحافظين بالانتخاب طبعا إحنا ليه ما نختارش المحافظ بالانتخاب عشان الصداع اللي بيجينا كل مرة مع تغيير كل محافظة طيب هتوجه سؤالك ده المين أو أجهه للقادة السياسية أو أجهه للمجلس الشورى أو أجهه للبرلمان القادم يعني لازم يحطوا في الاعتبار أن الفترة اللي جاية لازم يتم اختيار المحافظ بالانتخاب يعني نشوف الدول المتقدمة بيختارهم إزاي بيبقى المحافظ طالع من جهة المحليات حافظ كل شبر وكل بلعة وكل مشكلة صرف الصحي في المحافظة فبيقدر يخدمها غير لما يكون واحد جاي منتلب وما يكونش كمال مجال تخصصه أو مجال عمله بعيد عن فكرة أنه يكون قائم على محافظة يعرف إيه مشكلته ويقدر يتدارك المشكلات والحيل لها طبعا دي مسألة مهمة طبعا يا عم صحيح النهاردة افتتحت شخصيات معارضة من جبهة الإنقاذ مؤتمر ما بعد الرحيل كان مجرد محاولة لإعداد تصور في حال نجاح مظاهرات سحب الثقة من رئيس دكتور مرسي من الأسماء اللي حضرت النهاردة كان دكتور محمد البردعي رئيس حزب التستور والدكتور أحمد البرعي عمر حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار دكتور محمد غنيم ومونة ضلفقار في 30 يونيو ما هو إلى تصحيح مسار الثورة بشكل سلمي ديمقراطي وطالب جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي أن يستجيبوا للصرخة التي تخرج من كل أنحاء مصر وعليه أن يستقيل لننطلق لمجال جديد مؤتمد على أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية نحن نفهم أكتر تفاصيل وكواليس هذا المؤتمر معنا على الهاتف سودي يسر الهواري عضو جبهة الإنقاذ الوطني مساء الخير يا فن دي صباح أند هناك مش هنا هنا مساء مساء الخير يا فن أنا كيل ما قلتش أصلي مساء الخير أهلا بحضرتك يا فن أهلا بيك عيسى عرف يعني بعد الرحيل ما هي الرؤية التي تبلورت لدى جبهة الإنقاذ وما هي الأهداف اللي تم تحددها بعد رحيل دكتور محمد خليني بس أوضح نقطة مهمة أنه أنا كنت في مؤتمر تاني المؤتمر اللي كان وانتو كنت موجودة قناة المحور كانت موجودة فيه كان فيه مركز أعضار القادة في العجوزة وده كان للاعلان عن التحرك الشباب شباب جبهة الإنقاذ صحيح وحيتزع كمان شيئا سوزي ده المؤتمر اللي أنا هتكلم عنه لأنه أنا محضرتش المؤتمر اللي كان فيه الدكتور برادة اللي كان في الماريو أنا محضرتش المؤتمر ده أنا كنت في المؤتمر اللي هو بتاع الشباب جبهة الإنقاذ طب قلنا انتو اللي انت حضرت ايه اللي تم فيه هو الموضوع النهاردة أنه لأول مرة منذ 25 يناير أنه الحركات السياسية كلها بالكامل كرة حركات ثورية وشباب الأحزاب السياسية تتفع على خريطة للتحركات فيما قبل يوم 36 ومعندناش لسه التصور النهائي بتاع المسألة العد الرحيل لسه ما وصلناش للطرح النهائي ولكن عندنا كنا بنعنا عن الأسبوع بتاع التمرد اللي هيتري من يوم 21 لغاية يوم 36 طيب يعني هل الأجندة بانت بتاعت التحركات بتاعتكو هتبدأوا تنزلوا إمتى من يوم 21 من يوم 21 لغاية يوم 30 فالتاني متحرك في القاهرة وفي المخافزات بقى اسمه زباطة مرد يعني لغرض الأساسي منه الحشد اليوم 36 طيب كان في مبادرات يعني طورحت للتهديئة إيه مدى قبلكم لها طيب أنا مثلا خليني أقول أنه حضرتك بتقول لي فيه مبادرات للتهديئة وأنا مبارح شوفت تهديدات صريحة أنا أسمع كلام مبادرات وأنا والجهات اللي بتعلن عن المبادرات بتهديدنا تهديدات صحيحة بالصح وزي ما تكلم طريق الزمر وبالطرويع والأتل وبالحرب الأهلية يعني أنا بعتقد أنه أي عائل في الدنيا يسمع خطاب مصدرق بالشاكل يعني الحقيقة ما طلعتش على كلمة بس طريق الزمر شو نقدر أقول بالزبط حضرتك أحط لي عليها وأشوفها أكيد وتسمع وممكن تفسرلي لما حد بيقول أنا أفحقهم يوم ثلاثين فيحقي أرجوك ممكن تفسر إلا إذا كانت الصح ده نوع من أنواع السلمية أنا ما أعرفوش يعني ده مصطلح جديد من السلمية في الحياة فإحنا اللي إحنا عايزين الرسالة إحنا عايزين نصال من ثلاثين ستة هي استكمال الثور الخمسة وعشرين وليس انقلابا عليها ثلاثين ستة دعت لها نفس الوجوه اللي دعت لخمسة وعشرين يناير مش مختلفين عنها ثلاثين ستة دعوة في المية تماما تماما وأنا بأكد على دعوة اليوم في المية أنه نحن ليس لدائما لنية ولا الرغبة في استعمال العن في يوم ثلاثين ستة وأرجو بمن الجميع ومن الجميع الأطراف أن هما يتفهموا ده ده كلام محترم جدا كلام محترم وأرجو من السلطة أن هي كمان تتفهم أنه خليه بس للتوضيح أنا بيقولوه في الكنترول أن الكلام اللي قاله الدكتور طرق الزمر مبارح المقصوب بيه صحق السياسي وليس صحق بمفهوم يعني هو شرح هو شرح ده مبارح في كلمته وأنا برضو الشيء بالشيء يا أسكر طيب يا دكتور عمر لن أقولك أنا حانت اليوم تلاثين ستة حفحق الإخوات أنا أولا تلاثين ستة لا ما فيش بدخلات عشان يقول أنا بأتحكم صحق السياسي عموما كلام حضرتك عن فكرة عدم استخدام العنف ده كلام محترم جدا أستاذ ياسر وأتمنى أن جميع الأطراف تحزوا هذا الحزو وأن يبقى يوم تلاثين ستة يوم سلم إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا نطلع بس فاصل لقداني العيش ونرجع نواصل تسعين ديئة أهلا بحضرتكم من جديد بعد أن تم رفع أعداني العشاء النهاردة عبر المكتب الإعلامي لرجل الإعمال المؤنس حمد أبو أشيم عن أسفه الشديد للزج يسمو في الصراعات السياسية اللي بتمر بها مصر دلوقتي وأكد أنه ليس له أي علاقة بأي فصيل سياسي ونفع تماما ما تم تدوره على إحدى صفحات الفيسبوك من مزاعم عن حضور المؤنس أحمد أبو أشيم لاجتماع داخل شقة بمنطقة ربع العدوية مع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين منهم المؤنس خيارة الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عاصم عبد الماجد وآخرين وشدد المكتب الإعلامي لرجل الإعمال أحمد أبو أشيم على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الواقع عشان نعرف حقيقة هذا الخبر وإيه اللي حصل بالذات معنا على تلفون رجل الإعمال المؤنس أحمد أبو أشيم سأخير يا فنة إزايك يا دكتور عامل أهلا بك الله يخليك ربما يخليك عايز أعرف من حضرتك حقيقة ما نشر هذا الاجتماع وهل فعلا فيه لقاءات تمت بينك وبين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية الزراع السياسي للجماعة الإسلامية والله دكتور رمز عن كلام ده يبدحك خلاص يعني أول كنت بديش ويدلوقتي حاجة أتضحك لأن يعني إيه علاقتي أنا بجماعة الإخوان المسلمين وإيه علاقتي بحزب البناء والتنمية وإيه علاقتي بالسياسة أصلا أنا راضل بعد الثورة قررت أن أنا أشتغل وكان عندي أمل كبير جدا وما زال عندي أمل في بلدي وبعد الثورة عظيمة بشتغل من أمم المجلس العسكري مليش قررت أن أنا مش هتدخل في أي سياسة راضل أبقى مسقف سياسيا ده حاجة أنا مواطن مصري بالآخر ليه رأي بس رأي واحد ولكن ولا حزب ولا جماعة ولا جمعية ولا لجنة ولا أي حاجة حتى اتحاد الصناعات مرضيتش هتخل الانتخابات قلت عشان ما حدش يقول عايز مناصب وعايز 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 إنما طبعا إن أنا نفي معلومة إن أنا مش تبع حصيل سياسي وأولهم الأخوان المسلمين للمرة المية ولاقي تداول في الفيسبوك من أحدى صفحة صفحة وكالة أنباء البرد ايه ولا مش عارفت ما ايه الصفحة لاقي خبر زي ده واجتماع ومش عارف ايه وكلام كله قذب وتلفي وطبعا أنا كلمت لأستاذ جميل سعيد المحامي ورح لقدم بلاغ عند النائب العام وقدم بلاغ للمبحث الجرام الإلكترونية لأن طبعا يعني أستاذ عمر دكتور عمر الموضوع إن إن الواحد بيشتغل وبينحب استخر مش أنا بس كل الناس اللي بيشغالين في القطاع الخاص يعني لما تبص على الدولة دلوقتي مع احترامي كل مؤسسات الدولة المؤسستين الوحادين اللي لسه الغد الوقت يقفين على رجليهم صراحة هم مؤسسة العسكرية ومؤسسة رجال الأعمال أو المؤسسة القطاع الخاص اللي فيها 18 مليون واحد بيشتغل صحيح فالنهاردة مش ممكن نقعد نهدم نهدم ده أنا راجل كل مرة بقول أنا مليش دعوة بالسياسة أنا معرفش حد بجماعة الإخوان المسلمين أنا شكرت مرة في الحجم حسن مالك رألت عليه رب الطيب وبعليه أربع شهور والأربع شهور حتى ما شفتوش ولا عرف أنه حاجة يعني أنتو ليه عاديين تدخلوا واحد يشتغل تفتكر طب إيه بشمانس أحمد دلورة الموضوع يعني ليه بيحاولوا يربطوا بينك وبين الإخوان المسلمين يعني أنا أنا أقول لحضاك على حاجة هو طبعا أنا أقول لحضاك إن أنا أشتغلت وكان الوضع غريب الظاهر على ناس فيها أحكاد أنا أول مرة أتكلم بالاسلوب ده بس خلاص فالواحد صراحا أنا أسف يعني جبت آخري فيه ما تفهمش فيه حفظ فيه فيه أي حاجة غير إزاي بيشتغل ده يعني ليه يشتغل ما يكون يعني أنا يعني أنا برضو فيه حاجة جواية معلش هديني ثلاث دقايق هشتغلت يعني ما يوسمى بحزم عداء نجاح مثلا ده أكيد مئة في المئة وبعد كده يا فندم أنا مش زنبي الإخوان ميسكو أنا بشتغلت من شهر شهر تلاتة 2015 قررنا نكمل أنا والشريك الشيخ محمد بن سحيم فيه مشاريع حديد المصريين ومش متخيل كم وحجم المشاكل اللي قابلنا من ساعة مكمل أنا قررنا نكمل لغاية الوقت وأنا إن شاء الله بإذن الله أنا خلص البحر والكلام ده بشيقاتني يعني أنا بقول لهم لو أنتو عايزين تيقاسوني وازها وأمشي زي كل الناس اللي مشت أنا كل ما أمله وحطته في مصر فأنا مش همشي ومش همشي حتى لو كان عندي حاجة بره مش همشي فأنا بقول لهم أنتو يقاسوا لأن أنا مش هيقاس وبرضو كل ما بتطلع عليها حاجة على فيزبوك تويتر ما عندهمش غيرهم أو جورنال ممكن يكتب يأخذ عنقلا عن بطلع زي مع حضرتك وأطلع وبرد لأن كله كذب أنا مش هدخل في السياسة يا دكتور أنا شايف أنا بحيي كل الناس ورجاء الأعمال والناس اللي في القطاع الخاص اللي استحملوا السنتين اللي فاتوا ولسه مستحملين لغاية دلوقتي المشاكل والظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل عدم وجود غدارة حقيقية في الاقتصاد الناس دي مكملة لغاية دلوقتي بتقبض العمال وتقبض الموظفين أنا بشكرهم وأنا مش عايز مش عايز حد يشكرني بس أنا بقول لحظة الظروف اللي احنا بنشتغل فيها فإنت النهاردة ما زنب إنه هو النهاردة راجل أعمال أو واحد بيشتغل في الصناعة وكل مرة بيقول ما تدخلهوش في السياسة وتلاقي أجتمعها في شقة أكله فيلم هندي فيلم مخابراتي الكلام ده مش في الظروف دي يعني بدل ما احنا يعني بدل ما احنا ندفع الاقتصاد من سنة ومن سنتين من ساحة من بعد الثورة اللي احنا قد نكأ كل الشعب بقى سياسي أكل القيش في السبعين في المئة اللي تحت خط الفقر ما حدش بيسأل فيهم كله خلاص دلوقتي بقى لازم حتى اللي دي واحد زي بقول مش هدخل في السياسة لأن دوري كرجل صناعة أعظم مرة مننا شايفه السياسين بيعملوه فينا كشعف يعني أنا بقولها بقولك أول مرة أتكلم بالسطور ده لأنني جبت لأخي خلاص طب خلينا أسألك بعيدا عن الخبر المجذوب اللي نشر ده وانت خدت إجراءاتك القانونية حياله أنا عايز أسألك تلاتين ستة القادم يعني إيه المخاوف لدى رجل أعمال زيك من تلاتين ستة القادم لمنشآة الأمانة وصدق أكتر ناس يعني ما تضررين اللي ليهم منشآت صناعية ومنشآت تجارية وليهم يعني دول يعني ليهم صناعة وتجارة وقطع الخاص كله دول أكتر ناس هتضرروا اللي أديهم طبعا كلها مصر أنا دكتور عمر مش مصدق أن احنا كمصريين عارفين أن احنا راحين يوم تلاتين وفي دم وما بسمعش أصوات عقلة بتنادي بأي حاجة يعني التهديئة دي كلمة حتى بقت بعيدة يعني حدش بقولها كده لا احنا تلاتين هننزلوا وهم برح نزلوا واللي يقول عصحقهم واللي يقول لا يوم تلاتين يا جماعة احنا شعب وأقسم لك بالله أطيب شعب في الدنيا هيحصل دم وهنندم عليه وهتتصبحه وهنرجع تاني زي ما احنا إيه لزمتها احنا النهاردة حرق التمرض أنا بقول من أول ما بدأت قلت عليها كلمة عبقريتها في سلميتها لو وما تفهمنيش يا دكتور عمر ان يوم تلاتين لو نزل ده ونزل ده هتبقى سلمية فيه مئة ألف مسجر خطر ممكن يمواصلوا اي حاجة في الدنيا هو حد يسهمني ان يهاته بقى سلمية القصة يا دكتور ان النهاردة عبقريتها في سلميتها يعني معك خمس تشهد مليون توطية أنا نفسي ان انا برضو ما انا بقولك مواطنه لو ربنا ان شاء الله بإذن الله رب يحفظ مصر وعدنا بسلام يا اخي ادخل الانتخابات اكتسح الانتخابات غير الدستور وغير الحكومة بالكامل وكمان اوقف رئيس الجمهورية العامة بس يبقى فيه مستحيل نروح للدم احنا دكتور مصرين مش وحدين على كده وهنندم لان احنا يوم يومين ثلاثة لما نلاقي دم احنا كلنا هنخاف طب احنا دلوقتي لازمتها ايه لازم يبقى عندنا عقل وعندنا اه طبعا فيه مشاكل كبيرة جدا في البلد وفيه مشاكل يعني يعني عمرنا ممرنا بيها يمكن حتى في الظروف الثورة لان دلوقتي اكبر مشكلة ان احنا بقينا بقسمين قسم كده وقسم كده ده بيعمل مليونية فدي اكبر مشكلة ان الشعب مش متوحد روح 25 يناير مش موجودة فالنهاردة انت النهاردة عشان تقدر توصل بصوت العقل ده لازم تحس من بعد كده الا هيحصل طب قال انت النهاردة لو اشتخدمت العنف سواء الجانب ده او الجانب ده فيه بلد مفيش بلد بلدنا روحت مننا والتاريخ كلنا احنا كجيل كلنا التاريخ مش هيغفل لنا فانا بأتمنى بأتمنى ان ان شاء الله يعني يا رب يحفظ البلد يا رب يبقى فيه صدعات يا رب يبقى فيه فعلا المعارضة الحقيقية اللي هي فعلا تدخل وتكسب انتخابات ويبقى فيه صندوق وان كنا يعني يبقى فيه مشاركة سياسية ومن هنا لغاية الانتخابات لازم فيه دور كبير جدا 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 على القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية ان هو يلم الشامل يبقى فيه فعلا حوار وطني فيه اقعى دكتور عامل سأهمني ان مفيش حلول فيه حلول بس احنا مش هادين نعملها كل واحد منشف دماغه بلد 90 مليون اعضا بلد في الميفيزيزه كله بيحصر كده واحنا كشعب مشوخدين على كده وبقول لك هنندب وان شاء الله ربنا احفظ مصرد يا رب شكرا جزيلا المهندس احمد ابوهشيما رجل العمل معروف النهاردة جبهة الضمير الحقيقة الوطني اطلقت وثيقة الضمير الوثيقة مكونة من 10 نقاط هدفها نبذ العنف والحفاظ على الوطن والدفاع عن مقدساته ابرز اللي جه في هذه الوثيقة الاتي اولا انه لا يجوز لأي شخص او فريق انه هو يدعي لنفسه انه يمثل المصريين او يتكلم بنياب عنه منفردا او انه دون غيره يعبر عن املهم وتطلعتهم وانه النظام السياسي في البلد اساس احترام الاراضة الشعبية من خلال سنديق الانتخابات والاستفتاءات وان الاولوية لاستكمال مؤسسات الدولة وان الدعوة لاقصاء فريق او اسقاط مؤسسة منتخبة بغير الطرق الديمقراطية هو خروج عن السلمية والتفاف على الديمقراطية ولا يجوز لفصيل مخالف او حزب معارض ان يفتعل الازمات او انه يستدعي مرارات الماضي ليعطل سياسات الطرف الموجود الان بالسلطة تضمنت الوثيقة ان جيش مصر العظيم هو درع الوطن وملك الشعب وحامي الامة ويحرم على اي طرف ان يستدعيه للتدخل في شأن السياسي او ان يستثيره للخروج عن الشرعية التي هي ارادة الشعب ده ما جاء بالوثيقة ده اللي تلع في البيان بتعجابة الضمية بالضبط هم دول العشر لقات معانع تلفون الاستاذ عسام سلطان القيادي بجابة الضمية استاذ عسام مساء الخير سيد عمر اهلا بي يعني اسباب اصدار هذه الوثيقة في هذا التوقيت استاذ عسام محتاجين عشرات العقلاء ومحتاجين حكماء ومحتاجين مظهود كبير احنا فيه طبعا احتقان شديد وفيه ازمة وفيه سوق تفاهم بين الاطراض السياسية واستغل هذا السوق التفاهم رموز من النظام القديم ويريدون ان يصلوا برأسيهم مرة اخرى بيركابوا على المشكلة دي وبيحاولوا انهم يتواجدوا باي طريقة طريقتهم في التواجد غير طريقة الفرقاء السياسية في التواجد فرقاء السياسية في الاخر بيختلفوا سياسيا بيحشدوا مظاهرات سلمية زي ما انت شايف مثلا مظاهرة زي طاقة مبارك حركة تمرض في الاخر هي حركة سلمية بيوقعوا على وثيقة يعني كلام مكتوب يحترم عقل بطرف النظر انت ممكن تتفق او تختلف معاه اه انما فكرة ان بلول النظام القديم لقاتها فرصة واستهازتها الفرصة ان هي تستجع البلطاجية والمسجلين خطر وتعطر وتحشف للسلاح وتريد ان تستثمر هذا الجو اه مرة اخرى لا احنا بنقول لا احنا يعني البلد فيها حكماء وفيها عقلاء ينبغي ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونحط مع بعض وثيقة اه ان نحكم فيها انفسنا ونحكم فيها ضغائرنا وعقلنا وده كلام احنا طرحنا ونتمنى ان غير ما يقول لنا والله احنا مختلفين معاكم كذا ومتفقين معاكم كذا احنا شايفين الوثيقة دي يعني محترمة شايفينها نص ونص يعني يشيلوا منها يحطوا منها ما فيش اي مشكلة احنا قابلين لكل هذا طيب استاذ هسومة انا عندي تساؤل يعني من ضمن ما جاء في الوثيقة انه يحرم على اي طرف ان يستدعي الجيش لتدخل في شأن السياسي ايه مشكلة انه الجيش يتدخل في شأن السياسي خلينا ارجع بحضرتك لكلام السفيرة الامريكية ان باترسون اللي هي دايما ما بتتشدق باقي الديمقراطية في اسرائيل وانه يعني اسرائيل على يعني افضل ما يرام الجيش هناك هو كل السياسة فاذا كان تدخل الجيش في السياسة من اجل انقاذ البلاد التي تترنح الان نحو السقوط ان كان هو جزء من الحل حتى على اقل تقدير التحريم كانت كلمة الحقيقة قوية او يعني فايه تقدير حضرتك لده هو بصراحة لو فيه كلمة اقوى من كده كنا استخدمناها ليه يا فاند لان الحقيقة الذي يملك القرار السياسي هو المواطن نعم وفي اسرائيل اللي حضرتك استدلتي بها تمام الذي يملك النظام السياسي تغيير النظام السياسي او اثقاط النظام السياسي طيب او تطوير النظام السياسي اه هو المواطن عبر فندوق الانتخاب اسرائيل منذ انشاءها ونتمنى ان تزول في عصر عوقت بإذن الله نعم منذ انشاءها في سنة 48 نعم وهي دولة تقوم على احترام ارادة الفرض نفس لمزام السياسي الإسرائيل مش احترام ارادة الانسان كإنسان بدليل ان هي بتموت الفلسطينيين هي لا تحترم غير اليهود طيب اذا اذا يا فاندم تعرضت المعايير الشرعية مع ارادة الشعب هذا الكلام من افتراضك وفحبات التبسل وحدك أنا بسأل سؤال يا فاندم أنا مفترتش اي شي أنا بسأل حضرتك ما أنا حضرتك ما هو ما هو اللي حضرتك بتفتريدي السؤال اللي حدرتك بتسألي هذا سؤال مفرد في العالم كله لا يوجد في العالم كله سؤال هذا سؤال لا تردد لأ في أوروبا ولا في أمريكا ولا في الديموكراسيات لأن هناك نتيجة وصل اليها البشر كله عبر اجتهادتهم عبر مئات السنين وعشرات السنين وحروب عالمية وحروب داخلية وحروب طائفية وغير ذلك واتفى لهذا النظام فلسف زي الفلسفة التصورة الترنسية والتصورة الامريكية وغيرهم وقالوا في الأخير خالص ما فيش غير حدل وقت بس والإرادة بالشعوب يجب أن تقترم ولا تقت أمامها أي إرادة أخرى وبتالي فكرة التعارض اللي حضرتك بتقتردين والسؤال التراضي لا إجابة له لأنه سؤال التراضي طب لأنه ليس سؤال يا سيد أصام عليش بمناسبة إذا كنت معي النهاردة النهاردة نيابة النقد قالت رأيها القانون بجميع التعون المقدمة من النائب العام المستشار عبد مجيد محمود نائب العام السابق على الحكم الصادر ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالي على المستشار طلعت إبراهيم عبدالله وتمكينه من العودة المنصبة السابق وجاء رأي نيابة النقد برفض تعون المستشار عبد مجيد المحدد لها جالسة 25 وأكدت نيابة في حيثيات رأيها أن قرار التعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما قرارا صحيحا لا يشبه أي خطأ قانوني وأنا الدستور الذي استفتي عليه شعب مصر وفقط عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مورس رئيس الجمهورية أعيز أعرف رأيك إيه فهذا من موضوع قلت يا عمر أنا هتكلم بصراحة وهقول على معلومات بحق مؤتاج قبل كده والحكم الذي صدره بشكل بطلان تعيين قرار النائب العام الحاج المستشار طلعت عبدالله هو حكم باطل بطلانا مطلطا من عدة وجوه تفاصيلها كتير لأنه خالف الدستور وتخطى الدستور وبل إنه فسر الدستور في الوقت الذي ينبغي أو يجب على المحاكم أن تلتظم بالقانون مش بالدستور وغادت لا بالقانون تحصل على الدستور دي نقطة مهمة النقطة الثانية أننا عندنا مشكلة كبيرة جدا والإثناء عبر 30 سنة من أيام مبارك هو أن هناك بعض القضاء الذين كانوا منتددين لدى جهات معينة وبالذات القضاء الذين كانوا منتددين لدى جهات الرئاسة ولدى جهات ترقصها زوجة رئيس الجمهورية المخلوع حسن مبارك وهي السيدة سيزان مبارك كانت ترقص الأمومة والتفولة وغير ذلك وكان هناك البعض منتددون في هذه المعتددات هؤلاء البعض خرجت منهم أحكام ربما الحكم الذي نتكلم بشأنه الآن وبالتالي ينبغي أنك توفت هذا المجال ده موضوع خطير جدا 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 والأيام اللي هاتكشفه وعنضطر نطلق كل الأولاء والمستندات اللي كانت تقول الانتداب دا كان شكله والمخصصات كانت شكله والعلاقة كانت شكله إحنا الحقيقة نتمنى أنها تيجي من جوه من جوه بس إحنا دايماً لما تيجي نتكلم يقول لك سين القضاء يضحر نفسه ما تتكلمش على القضاء فإحنا لغاية النهاردة فاكسين وعلى شخصية لغاية النهاردة فاكت ومش هتكلم لغاية لما نشوف القضاء يعمل إيه من جوه قرارات نيابة النقد غير مولز كما تعلم لمحكمة النقدة مظبوط؟ أهل قرار غير مولز عايزة تخالف قرار نيابة النقدة يبقى يجب عليها أن تنخشوا ثم تخلبه إنها مش إلذانة على محكمة النقدة إنها تنخذ قرار نيابة النقدة وتقول آمين عليه إنما لو إيه حيث تنخشه لو إيه حيث ترفضه يبقى يجب عليها أن تقول وأما ما زهبت إليه نيابة النقدة من رأيه ما تدوه كذا وكذا وكذا فإنه مرفوض للأسباب كذا وكذا نعم شكرا الأستاذ أسام سلطان عدوا جاء بهذه الضمير النهاردة حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشهر ماهر البحيري جلست يوم الثلاث اللي جاي لنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية على قرار إعلان فوز الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية وده كان لوجود مخالفات وتزوير بأوراق الترشح لم تقم اللجنة بفحصها احنا محتاجين طبعا التعليق على هذا الفضل بالحقيقة نعم محتاجين تعليق لانسبب لاننا معلومات القانونية المتوضعة ان اللجنة دي تحلت تبقى انت دستور جديد هي اللجنة الوحيدة اللي مقلل سارية النهاردة هي اللجنة للانتخابات البرلمانية لكن اللجنة دي دلوقتي معلوماتي لا استدعاءها ليه من جديد النهاردة لا استدعاءها ايه ده كمان انت عندك مثلا فيه المستشار عبد المعيز ابراهيم بطلع المعاش وعندك المستشار حتى انبجاته ده بالدباء وزير حلها حتم استدعاءه مرة تانية وبعدين حتى المقار بتاع اللجنة ده خلاص مش موجود تمام هتنعقد فين ومن يرأسها يعني محتاجين حد قانوني معنا على التليفون الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو الجامعية التأساسية التي قامت بوضع الدستور ايضا مسأخي دكتور جمال اه لا اه اه رأي حدركت قرار اللجنة العليا لانتخابات بالانعقاد لنظر تعون لم يتم فحصها وانا انا مستضر جدا اولا من حيث الوجود اللجنة نفس المادة 208 من الدكتور قالت ان المفاوضة الوطنية للانتخابات دون بايرها يعني هي الوحدة لتشرف على الانتخابات الباورمانية ولا هاسية والمادة والاحكام الانتقادية ردت اللجنة العليا للانتخابات اللي تشرف عن تشرف عن تشرف عن تشرفات الميالية القادمة فقط وتطبيق هذه النصوص الدستورية المحكمة الدستورية نفسها في معرض ملاحظاتها على قدوم مباشرة الفحول السياسية عندما قرر المشارع تتولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراط على التفتاء اي التفتاء يتم دلوقتي المحكمة اللجنة العليا للانتخابات الدستور حدث لها مهمة واحدة بس وهي الانتخابات النيادية القادمة فقط اذا المحكمة الدستورية العليا بتقول ان المصوص الدستورية بتعني انه لم يعد هناك وجود بسجنة الانتخابات الرئاسية لا انا اظن المادة 228 استبقى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية دكتور جمال الاحكام الانتقالية مش 208 مادة في الاحكام الانتقالية استبقاتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مش لجنة الانتخابات الرئاسية اي استبقاتها وتقول بدول واحد حدد النص وحددوا هي الانتخابات النيادية القادمة فقط طيب مين اللي ممكن يوجه الدعوة للاجنة للاجتماع من جديد وهل اذا خرجت اللجنة ببعض التعديلات على النتيجة هل من حقها ده؟ لا الحقيقة مش من حقها لان بطل النص اللي بتكلم على قرار اللجنة بقول انه قرار نهائي ذر قابل الطعن او ورح التنفيذ او حتى التأويل من اي سلطة فبالتالي الكلام ده الحقيقة مع نفس اه وحكي انتخابات اللجنة نفسه اه الشرس وبان طدق معاش اه اه المستشارات المستشارات بان طدق معاش اه اه والثاني في مجبس الدول اللي اطلع معا انا مش فاهم يعني تشكيل اللجنة نفسه طب ايه السر يا فندم يعني هل اولا هل هناك سر في هذا الموضوع غير معلن والحاجة التانية وهل من حق اللجنة اصدار اي تعديل على النتيجة يعني بما ان الموضوع ها لا لا قولا واحدا بيتا من حقها يعني مش ممكن اللجنة تطلع تقول مثلا انها قابلة الطعون وقرت ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس هو الفائز بانتخابات الرئاسة لا يا فندم قانون انتخابات الرئاسة بيقول انه قرار اللجنة الانتخابات الرئاسية اه اه قرارك النقط بالذبت تودن اه بيقول انه قرارها نهائي غير قابل للطع في امام اي جهة من الجهات وانه غير قابل لوح التنفيذ او للتأويل فده كلام حقيقي حتى التأويل ما بيش حقيقي من حقه يفضل يبقى فاضل بقى التفسير ازا انا عقد اللجنة طالما هي غير قانونية وغير دستورية وليس لها الحق في اصدار اي قرارات بالضبط المدى ثمانية من قانون انتخابات الرئاسة تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهة كما لا يجوز تعرض لقراراتها بالتأويل او بوقت التنفيذ فبالتالي ده الحقيقة كلام يعني انا معرفش قد يكون اجتماع اللجنة لغلق هذا الباب نهائيا حتى تستقر الامور القانونية وان كان فيها مستقرة بذاتها وفقا لهذه المصوص نعم شكرا لدكتور جمال جبريل عضو الجماعية التشراعية بمجلس اللجنة تشراعية بمجلس الشورى عندنا ايه عندنا نشرة احوال مصر نشوف نشرة احوال مصر طيب اه فيه دلوقع معانا مين من اين اه طيب فيه الان مجموعة مئات من المتظاهرين امام مقر وزارة الدفاع معانا على تليفون الزمير محمد العتر سيد محمد اهلا بيك سيد محمد سيد محمد العتر ده المشهد الان قدام مزارة الدفاع الان ومجموعة من المتظاهرين يرفعون الاعلام المصرية امام مزارة الدفاع طيب اذا كتب ده امتداد للمشهد بالامس عمر كان يمكن نفس المشهد بيكرر نفسه النهاردة واعتقد انه هيستمر مشاهد دي هتكرر بقى من النهاردة لغاية يوم تلاتين يعني ما بين مؤيد ومعارض بتتوقع مفاجآت يا عمر اتوقع مفاجآت الابتزامة هي بحداثاتها انا اتوقع كل يوم مفاجآت بس اتمنى ان لغة العقل هي التي تسود والحكماء والنخبة والصفوة يقدروا ان هم يبقى ليهم كلمة نهائية هي كلمة السلام بين الجميع اللا عنف بين الجميع الجميع تظاهر زي ما اعاوز لكن يعني كفانة شهداء وكفانة دماء من شبابنا اللي بيروحوا وكفانة مصابين وضحايا انا الاوان معنا التليفون الزميل الزميل محمد القاتر مرأس لصحيفة الميسا من امام مزارة الدفاع استاذ محمد اهلا بيك اهلا بيك درسو عمر صف للمشهد عندك والله هو في مئات المتظاهرين يقعون اعلام مصر وطور حركة تمرد عنيها طور الرئيس محمد مرسي وهناك اتجاهات للاعتصام الى يوم 30 يونيو القادم للمشاركة في المظاهرات التي تسبنا في هذا اليوم طيب بتحب تسأل اي سؤال انا عايز اعرف هم يعني ايه الهتفات ابرز الجمل اللي تم ترددها في الهتفات ايه اللي ناس بتقوله ابرز الجمل اللي تم ترددها ارحل ارحل وحتى يعني هم بعض المتظاهرين اتطفوا في ثلاثة البشرية في الناحية في الناحية الطريق امام السيارات وحملوا اللفتات مخصوب عليها ارحل كلهم يحملون هذه اللفتات ارحل ارحل الى جانب بعض الهتفات التي تنادي بالرحيل في 30 يونيو القادم وعدم التنازل عن هذا المطلوب طيب استاذ محمد استأذنك بس وصف لي كده نسيج الموجودين الفئات العمرية المستوات الاجتماعية التوجهات السياسية عايز اعرف برضو بتفصيل اكتر الموجودين مين هم الموجودين يعني يوجد بعض من بعض الموجودين اللي هي جفهة العسكريين المتقاعدين وتواجدوا اصرارا منهم على عدم اهانة الجيش المصري على حد قولهم كما ورد على على الفنة بعض بطاقة الاخوان المسلمين في المظاهرات امس بربع العدوية ويطبون تحقيق عاجل بقضية شهداء البيش المصري الذين تم ارتيانهم في رمضان الماضي بتينيه شكرا لزميل محمد العتر خلينا اقولكم النهاردة احنا عندنا ايه عندنا عندنا ايه عندنا نهاردة حرب الماليشيات الالكترونية قبل 30 يونيا هيكون معنا فيها ابو ادم اد من صفحة كلين وستة ابريل عمر كامل اد من صفحة نب الاخوان استاذ جمال غطاص رئيس تحرير جريدة لغة العصر فقرة تانية صراع المنابر وازمة الائمة الشيخ احمد طورك امام مسجد النور سابقا دكتور عبدالعيز رجب عضو من مجلس العام لنقابة الدعاء المهنية الفقرة التالتة مع الدعاية الاسلام الكبيرة دكتور عمر عبدالكافي وليلة النصف من شعبان واننكل على خلق عظيم تعالوا نشوف نشرة احوال مصر ونرجع نشوف حرب الميليشيات الالكترونية الرئيس محمد مرسي في حوار بصحيفة اخبار اليوم اكد ان قوى المعارضة رفضت مرارا دعوته للحوار مشيرا الى انها تربط اجراءه بشروط مسبقة وانه سوف يواصل محاولاته للتواصل مع المعارضة ويمكن الاسراع بالانتخابات البرلمانية لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لادارة الخلافات الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي شهد تخريج دفعة جديدة من كليات القادة والاركان من ابناء القوات المسلحة في اطار دعم منظومة التأهيل العسكري لضباط المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة قال ان نشر مجموعة من الجنود الامريكيين بمصر ضمن القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في سيناء يأتي في اطار خطط التغيير الدوري للعنصر الامريكي العامل ضمن القوات المتعددة الجنسيات التي تمارس عملها منذ عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين بمشاركة ثلاث عشرة دولة لمتابعة التزام جانبي معاهدة السلام بتطبيق الاتفاقية الامنية المواقعة هيئة الاسعاف المصرية اكدت انه سيتم نشر ما يقرب من الف وتسعمائة وتسع وسبعين سيارة اسعاف في الساحات الرئيسية في البلاد مثل ميدان التحرير والمنطقة القريبة من القصر الرئاسي في مصر الجديدة وميدان مصطفى محمود في الجيزة المحكمة الدستورية العليا تسلمت مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشورى وذلك لتقدير مدى مطبقة المشروع الذي وافق عليه المجلس لمقتضى الملاحظات التي رصدتها المحكمة في القانون اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاء تقدمت بتظلم الى مجلس القضاء الاعلى على قرار توقيع عقوبة التنبيه على المستشار محمد الجندي الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لقيامه بتعليق العمل بالمحكمة تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية للقضاء اللجنة التنسيقية اليوم الثلاثين من يونيو اعلنت عن تنظيم سلاسل بشرية بشبرى تبدأ من الغد ومسيرات من ميدان سيدة زينب والازهر ومحطات المترو خلال الايام المقبلة تمهيدا لمظاهرات الثلاثين من يونيو عشرات المتظاهرين اعلنوا الاعتصام في محيط وزارة الدفاع للاستعداد ليوم الثلاثين من يونيو محافظة الجيزة بالتعاون مع كلية طب القصر العيني نظمت قافلة طبية علاجية بالواحات البحرية لاجراء الكشف الطبي على ألف وسبعمائة وواحد وثلاثين مواطنا في كافة التخصصات الاتحاد العام لغرف الشركات السياحية أعلن وقف الدعم المخصص للترويج للسياحة بالأقصر لحين وضوح الرؤية في موقف الحكومة من محافظ الأقصر الذي يطالبون بإقالته لجنة الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى عخذت اجتماعا مغلقا لإعداد تقريرها بشأن موازنة العام المالي الجديد تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة الأسبوع الجاري ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع بجنود وأفراد وضباط وقيادات الأمن المركزي بمقر رئاسة القوات وشدد على ثبات موقف الوزارة إزاء فعاليات الثلاثين من يونيو الرافض للانحياز لأي فصيل اشتركوا في القناة شكرا